حضراتكم انفراد بخصوص نادي الزمالك وفيما يتعلق بملف المدير الفني وإيه اللي حيحصل احنا تناولنا الموضوع في الجزء الأولاني من الحلقة لكن دلوقتي فيه مستجدات ظهرت في الفاصل دلوقتي إنه بكري فيه اجتماع مجلس إدار اجتماع مجلس الإدارة ده بعدي مباشرة بنسبة تتخطر 95% نادي الزمالك حيالي عمدير فني أجنبي مدير فني أجنبي وانا سمع كده هول كابتن واحد الأباني بيتحك عن جيله دلوقتي مدير فني أجنبي مين بقى المدير الفني الأجنبي اللي بيقترب نادي الزمالك متعاقد معاه وقد تشهد الإعلان غدا واحد من اتنين رقم واحد تاكيز جونيس المدير الفني السابق لبيرميدز والأسبق لودي دجلة تمام تاكيز جونيس المدرب اليوناني رقم اتنين بروس المدير الفني السويسري الشهير والأسبق لنادي الزمالك قد يكون هو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك في حقبة جديدة أو في ولاية جديدة ليه مع نادي الزمالك فمفوضات شغالة دلوقتي واحد فيهم هو اللي حيكون مدير فني جديد لنادي الزمالك وقد يتم الإعلان غدا غدا بإذن الله تعالي طيب كابتاد إبراهيل عايز أخد تعليق على الخبر بما أننا قلنا خبر مهم يعني بس طبعا هم أكيد الاتنين مدربين مدربين كويسين يعني يعني جروس ليه تجربة قبل كده معنات الزمالك تمام فمش هتبقى مش تبقى جديدة على ناس الزمالك بالنسبة لهم يعني بس المشكلة في الخامات اللعيبة اللي موجودة مش موضوع مدرب هو الموضوع إني اللعيبة المتواجدة مش هتقدر تستفاد بها حاليا انت ممكن بتستعد للموسم اللي جاي لإنما حتى الصفقات اللي موجودة ومعظم اللعيبة في الفترة الأخيرة مش في حالتها في الموضوع ممكن واردين يجي يغير بس خلاب يتكلم أن ده بيبقي استعداد للموسم اللي جاي الناد الزمالك في الفترة الأخيرة مش في مستوى معظم اللعيبة حتى اللي كانت بتاعمل معاك الفاري مش في مستوى فانت عندك فيه لغبطة كبيرة جدا في الفترة الحالة هالأساس في اللعيب مش مدير الفن اه طبعا مشكلة في مدير الفن بس خلينا اتكلم ان فريرا برضو كان عليه عامل كبير جدا لان هو ما كانش مركز بس برضو عندك عامل تانية ان هو مشيان وارجوعه ده عامل مشكلة كبيرة جدا في الفريق وعمل عدم استقرار للعيبة نادي الزمالك مع الصفقات اللي كان الواحد متوقع ان هي هتضيف لنادي الزمالك للأسف صفقات يعني ما اضفتش اي شيء خالص بسماء اللي موجودة حتى يعني ولا شفنا منسي ناصر منسي ولا شفنا بالحاج ولا شبانة اه نفسي اشوف صورة حتى الشبانة اه ده انا معرفش يعني الدقة اللي كانت معمولة دي يعني احنا قلنا بقى يعني اللعيبة جمدة هو يعني وطبيعي اي حد انت بتتفاوض معها بتتعاقد معها الاسم جبير زينة الزمالك فطبيعي ان هيبقى اعمل فريق يعني المشكلة بقى ان انت اللعيبة دي حصل عليها مشاكل وانت محتاجهم في ظرف يعني محتاجهم في اسعب الظروف وفي الاخر ما بيشاركوش ما بيشاركوش طيب بخلاف الحتة دي انا عايز اخد عليك على الاسمين هلو الاتنين مناسبين لو واحد فيهم تولى مسؤولاتنا للزمالك يعني اه جروس انا برشح جروس لان جروس افضل يعني عارف الحالة بتاعة لعبة ناد الزمالك وعنده خبرات قبل كده ما اتعامله مع ناد الزمالك فبالنسبة له مش يعني موضوع ان هو اتقلم مع ناد الزمالك فمش هيبقى صعب عليه عكس تاكيس جونياس يعني هتبقى الموضوع مختلف شوية موضوع مختلف هو مدرب كويس بس برضو يعني ما اعتقدش انه ممكن هيعمل فارق مع ناد الزمالك في الفترة دي لو ناد الزمالك هيديله الفترة للموسم اللي جاي ان تبتدي تحسبوا الموسم اللي جاي ما تحسبوش من دلوقتي الانسب وطني ولا اجنبي الناد الزمالك في المرحلة الحالية بس ما احترامي انا انا دايما عندي كناعة كبيرة جدا في الاهل وزمالك لازم مدربين اجاني حتى لو فترة انتقالية مثلا بتأثر على المشوار بتاع الناد الزمالك وكثوصا كمان الناد الزمالك دلوقتي عايز يرجع يعني اه زمالك بتاقي على مشواره في الفترة اللي جاي ماشي. كابتن واقل. تعليق ايه عم خبر ده واكتروا بنادي زي ما يكن تعقل مع مدير فني اجنابي. ميرا انا احاول اتكلم بهدوء. خد راح. خد راح. خد راح. بان انا اتعصبت قبل كده وقلت على السيناريو اللي هيحصل. اه. وللأسف يعني انا مش فاهم الناس دي من من كوكب تاني ولا ايه مش عارف. الناس دي هي الوحيدة اللي شغالة صح. هل هم حسين ان هم صح. حذرت قبل كده وقلتلك لو عايزين يمشوا فريرة كان من بداية ما مشوه قبل ما يرجع المرة التانية. ايه. الشرط الجزائي هو اللي بقوز الدنيا ان هم ما معهمش فلوس يدفعوا الشرط الجزائي. مزبوط. هل بعد الكارسة اللي حصلت وطلعنا من كاس دوري صعب. طلعنا من افريقيا. ايه. هدي له الشرط الجزائي. وادفع فلوس اللي جاي. ام. طبق ايه يا الكلام بهدوي يعني امش فاهم. ام. اني دماغ بتفكر بالناس دي. لا بتا شايف ايه مفوضي حتى. لا يعني اي دماغ بتفكر بالناس دي. انا قلتلك قبل كده. يعني مشوه في الوقت اللي كان همشوه يدفعوا فيه الشرط الجزائي. تمام? يا اما لو خرجوا من افريقيا لان هي اللي بقية يسبوه. برضو. ما خلاص. اه. ما انت خلاص يا امير. ايه اللي انت هتلعب عليه? معلش ايه اللي انت هتلعب عليه? لدوري هتلعب عليه? خلينا سرح. ام. كاس خرجت منه. افريقيا وشكرا. ام. اداء سيء والاداء موجود. طب انت عايز تلحق الحاجة ولا بتسيبها تقع? وبعدين عايز تبنيها تاني بعد ما اصلا هي خلصت. ام. ممكن بيجاهز للموسم الجاي. لو بيجاهز للموسم الجاي يبقى هو معاه فلوس. نادس زمانك سؤال. معاك فلوس معاكش فلوس. عندك ازمة? عندك ازمة. منين عندك ازمة? ودلوقتي انت ما بتنفسش على اي بطولة. ام. وعايز تدفع شرط جزائي. وكمان تجيب مدرب اجنابي. يعني انت كمان بتدفع يعني حتى ايه? ما بتقولش مسلا انا هجيب مدرب مصري بفلوس مصري باي مبلغ. ام. انت فاهمني? وامشي الموسم. انت فاهم? لا انت كمان عايز تجيب مدرب اجنابي. هل انت مفكر نفسك اسكر من الجمهور? ام. ان انت لو جيبت مدرب اجنابي فانت بتهدي الجمهور الكارسة حصلت يا بي خلاص. ام. انت كل مرة بتفكر في الازى. الازى. طبعا. ازى ليه بقى? طبعا ما هو ده بص ما هو ده اهدار ملعاه. اه. طالما تدفع الشرط الجزائي بكت تدفعه من بادري عشان نلحق للم نفسنا. نظم. تمام? ونقدر ننافس على افريقيا. تمام? واحنا قلنا الكلام ده من الاول. تمام? والناس ما سمعتناش. او كنت تقدر تنفس على اولي. وحتى براهيم حتى ساعتها قال لي اهو انت ليه متعصب كده? اه طبعا ما اتعصب. ام. اه اتعصب طبعا. لما يكون في حاجة غلطة اتعصب. لو انت صح ما عنديش مشكلة. انا همشي معاك. خليني بس ادفع عنك. يعني انت خليني اديني فرصة كمجلس ادارة نازة مالك ان انا تعمل كده لو خرج من افريقيا اوعى تقول ان انا هدفع شرط الجزاء ده كان من الاول. تمام. قلتلك لو كملت في افريقيا. تمام? كان ممكن تغير. ليه? عشان ترحى تقولي الاداء بقى اه كده كده الاداء متدنية والامور صعبة فاحنا نجيب مدرب. وتلحق. لكن دلوقتي تلحق ايه? تجيب مدرب وتدفع له دولارات تاني. وتدفع شرط الجزاء. ما ابدأ نفس انت رفضه. اه طبعا رفضه. اه. اه رفضه. انا بغير شكرا. طب لو لو حيمشوا فريرة انت شايف مسلا يجي مدرب مؤقت وطني? اه طبعا. خلاص بقى ما ايه قد السنة. اه. اه. جاز للمسم الجديد بقى اه ما عنديش مشكلة بقى. هتدور على لعيبة. اه. ان انت عارف ان اللعيبة دي فيه مؤزمها. ما تلبسش تشير تنادي الزمالي. اه. بالفترة اللي احنا شفناها دي. اه. لا صعب. انت فاهمني? دار على مدير فني. اجنبي. يعمل تيم كويس. هو اللي اختار لعيبة. اه. انت فاهمني? تبدأ تشتغل من جديد على نظارة. يعني تستغل.